السلام عليكم ورحمة الله أبناء الأعزائيات والله وطالبات الصف الخامس الابتدائي هنكمل معاكم حل امتحانات كتاب جيم النهاردة هنحل محافظة المنوفية والدق أهلية من أول صفحة 120 لحد صفحة 125 هنبدأ بحل محافظة المنوفية موجودة في صفحة 120 نبدأ بالسؤال الثالث Circle the word number one Monkey smart slow hard مفروض هنا كلهم صفات معادة monkey نشيلها ونحط مكانها أي صفات عجبكو زي مثلا كلمة fast number two let, want, see, music كلهم أفعال معادة music أشيلها وحط فعل زي play أو go أي فعل number three shark, whale, giraffe, eel كلهم حيوانات بحرية معادة giraffe نشيلها ونحط أي حيوان بحري زي octopus number four build, engineer, draw, play كلهم أفعال معادة engineer نشيلها ونحط أي فعل زي مثلا sing يغني number five him, hear, them, they كلهم ضمار مفعول معادة they ضمير فعل نشيلها ونحط أي ضمير مفعول زي مثلا الضمير me باية أسئلة الامتحان موجودة في صفحة 121 السؤال الرابع choose the correct answer number one we like stickers building, collecting, reading, cycling الإجابة حتكون لتر بي collecting stickers نحن نحب جمع الملسقات number two what do you a to do like, likes, liked, to like احنا اتفقنا طالما في do أو does أو did في السؤال يبقى ناخد الفعل في المصدر إذن الإجابة حتكون letter a like number three yesterday I a my uncle's farm visited, visit, visiting, visits yesterday دلت على الماضي إذن هنختار الفعل في الماضي letter a visited number four we have to a the bus go, catch, buy, want السؤال ده تقرر قدامنا كتير وكلنا عارفين إنا bus بتاخد معها catch إذن نختار letter b catch السؤال الخامس يلا نقرأ الفقرة noha is a student noha طالبة she has one brother and one sister هي عندها أخ واحد وأخت واحدة noha likes to play the violin noha بتحب تعذف على الفايلون اللي هي آلة الكمان she wants to be a musician هي تريد أن تصبح موسيقار her brother a Ahmad likes sports أخوها أحمد بحب الرياضة he goes in line skate every Friday هو بيذهب للتزلج كل يوم جمعة her sister likes painting وأختها بتحب الرسم she draws nice pictures هي بترسم صور جميلة she wants to be an artist هي تريد أن تصبح فنانة فقرة بسيطة وسهلة جدا يلا نحل الأسئلة اللي عليها number one noha has three brothers noha عندها تلت إخوات الإجابة طبعا false لأن احنا قلنا في الفقرة إن نها عندها أخ واحد وأخت واحدة number two أحمد wants to be a musician أحمد عايز يبقى موسيقار طبعا الإجابة false لأن احنا قلنا نها هي اللي عايزة تبقى a musician number three noha's sister paints nice pictures أخت نها بترسم صور جميلة الإجابة true السؤال الرابع والخامس بنستخرجهم زي ما احنا عارفين من الفقرة what does noha want to be ماذا تريد أن تصبح نها احنا قلنا في الفقرة نها عايزة تبقى ايه قلنا أن هي تريد أن تصبح musician يبقى she wants to be a musician number five when does أحمد go in line skating برضو حنستخرجها من الفقرة كان بيروح امتى every Friday كل يوم جمعة بقى الأسئلة موجودة في صفحة 122 السؤالي status rearrange قاعد ترتيب الجمل number one she does drawing like عايزك تبدأ بdoes طبعا قلنا does وdo معناها في الأول هالوكمان did يبقى حنقول ايه does بعدها الفعل she does she like drawing does she like drawing number two do what need we عايزك تبدأ بwhat طبعا السؤال بالكلمة الاستفهام كلمة استفهام فاعل مساعد فاعل والتكملة يبقى نجيب what بعدها do ده الفاعل المساعد بتاعنا بعد كده الفاعل we وفي الأخر need تبقى what do we need what do we need number three to plantarium he went he went the عايزك نبدأ به he بعدها الفعل يبقى he went went ايه to the plantarium he went to the plantarium number four likes stickers هادي collecting عايزك نبدأ بهدي هادي بعدها الفعل طبعا عندي هنا collecting و likes لا احنا متفقين likes الأول يبقى هادي likes collecting stickers احنا قلنا بعد likes الفرب و مضافله ing هادي likes collecting stickers بعد كده السؤال السابع السؤال السابع عايزنا نكتب فقرة من خمس جمل زي ما احنا شايفين قدامنا في صورة الصورة السماء مظلمة وكمان بتنزل تلجة ومطر وفيه سيدة قاعدة على كرسي وكمان ولد بيلعب على الأرض يبقى اللي ممكن نكتبه هنا أول حاجة حنقول they are at the park هما في الحديقة the sky is dark and it's raining السماء مظلمة وبتمطر there is a woman بتعمل السيدة دي sitting on the couch قاعدة على أريكا there is a boy playing on the ground يوجد ولد قاعد بيلعب على الأرض the boy is looking at the sky الولد بينظر إلى السماء كده أنا كتبت الخمس جمل بتوعي طبعا ممكن نزود ونقول there are a lot of clouds يوجد الكثير من السحب وممكن نوصف حاجات كتيرة موجودة في الصورة السؤال اللي بعد كده هو آخر سؤال في الامتحان سؤال رقم number one أحمد عند سلمة يبقى عندنا A بتاعت أحمد سلمة طبعا هو مكبر عندنا كوكب من الكواكب يبقى لازم نتكبر الحرف الأول منه وفي الآخر نحط نقطة number two what's noha doing هنقبر W أو الحرف في الجملة وكمان ال N بتاعت نوها وفي الآخر question mark عشان ده سؤال وبكده خلصنا حل امتحان محافظة المنوفية يلا نحل مع بعض امتحان محافظة الده أهلية وامتحان الده أهلية موجود من أول صفحة 123 هندخل على السؤال الثالث على طول circle the outward طبعا احنا متفقين ان السؤال الأول والتاني عبارة عن استماع ماينفعش تحله لما المدرس يدخل في الامتحان يمليك وبعد كده انت هتسمع منه وتكتب لكن ماينفعش تحل السؤال الأول والتاني من دماغك السؤال الثالث circle the outward number one dinner shop museum book store طبعا كلهم أماكن معادة كلمة dinner نشيلها ونحط حاجة زي park number two thin thirsty today hungry كلهم صفات معادة كلمة today أشيلها وحط أي صفة زي sad bad fat أي صفة تعجبنا number three venus may mars saturn كلهم كوكب معادة may ده شهر أشيله وحط أي كوكب زي مثلا jupiter أو mercury اللي هو عطاري number four number four boot code point found كلهم أفعال في الماضي معادة point هشيلها وحط أي فعل في الماضي بس ياريت يكون غير منتظم زي كل الأفعال الموجودة دي فحنحط وينت number five number five oil water juice foil كلهم سوائل معادة foil هشيلها وحط مثلا coffee أو tea أي حاجة بتتشرب بقى الأسئلة موجودة في صفحة 124 السؤال الرابع choose the correct answer number one the A takes care of animals vet engineer nurse artist مين اللي بيعتني بالحيوانات؟ أكيد طبعا الvet طبيب بطري number two we need string and A إحنا محتاجين خيط وإيه؟ paper ورقة لكي نصنع طائرة ورقة number three this is dress she me her hers الإجابة تبقى هير لأن احنا محتاجين صفات ملكية number four I want to see the moon أريد أن أرى الكامر let a look هنا عايزين ضمير مفعول طيب أنا عندي علشان أحدد ضمير المفعول هشوف ضمير الفعل عايد عليه i ضمير المفعول منها me إذن هنختار لتر b اللي هي me let me look دعني أرى أو دعني أنظر السؤال الخامس عبارة عن بسش نحن نقرأها ونحل أسئلتها my name is Mona أنا اسمي Mona I am in primary five أنا في الصف الخامس I like watching sea animals أنا بحب أشوف أو أشاهد الحيوانات البحرية I went with my father to the aquarium by car أنا ذهبت مع أبي إلى معرض الأحياء المائية بالسيور I saw a lot of sea animals there أنا شفت الكسير من الحيوانات البحرية هناك I saw crabs I saw crabs sharks dolphins octopuses and eels the shark is faster than the eel سمكة الكرش أسرع من سعبان البحر the whale is bigger than the dolphin الحوت أكبر من الدولفن I saw many starfish in all colors أنا شفت starfish اللي هي نجم البحر أنا شفت العديد من نجم البحر بألوان مختلفة أو بألوان إيه؟ بألوان all colors بكل الألوان some are big and others are small هو يقصد على نجم البحر بعضهم كبير والبعض الآخر صغير we had a nice time there إحنا قضينا وقت جميل هناك السؤال الأول Mona likes the aquarium اللي جابة true number two the dolphin is smaller than the eel الدولفن أصغر من سعبان البحر طبعا false number three the starfish are big and small yes اللي جابة صحيحة true لأن إحنا قلنا في منه big وفي منه small number four who did Mona go to the aquarium with Mona راحت الأكواريوم مع مين قلنا مع باباها يبقى she went with her father هي ذهبت مع باباها number five what did Mona see at the aquarium منها شافتي في الأكواريوم؟ قلنا شافت الكثير من الحيوانات البحرية يبقى she saw a lot of sea animals ممكن بقى نعددهم ونقول she saw crab whale dolphin eel بقى الأسئلة موجودة في صفحة 125 السؤال السادسة الرينج ترتيب الجملة number one eaten the what is clerk عايزين نبدأ بwhat what بعدها فعلي مساعد يبقى what is the clerk eaten what is the clerk eaten طبعا قلنا كتير إنه ذا بتيجي قدام الإسم number two great ye was that show a يبقى احنا حنبدأ بيه بعد ye عايزين الجملة يبقى that was a great show that was بعدها a great show number three will go I camping summer in the عايزين نبدأ باي يبقى I ايه I will أنا سوفة بعد will عايزين فعلي في المصدر يبقى I will go طيب جو معروف بيجي بعدها رياضة فيها ING يبقى I will go camping in the summer number four we the can to go snack bar عايز يبدأ بcan يبقى can بعدها فعل can we can we ايه go to the snack bar can we go to the snack bar السؤال اللي بعد كده هو السؤال السابع عايزك تكتب فقرة من خمس جمل زي ما اتفقنا اول حاجة هنعملها هنبص على الصورة اللي مدهالنا نركز فيها كويس ونشوف فيها ايه هو همدينا هنا صورة بسيطة خالص فيها تشيتة وفيها الزرافة وخلاص على كده طيب يا طرح عارف اكتب طبعا هنعرف نكتب اكتر من خمس جمل كمان اول حاجة هقول there is a tall giraffe يوجد زرافة طويلة بعد كده حيوان المفضل هو الزرافة كمان عندنا في الصورة في فهد فحنقول this is a cheetah نقرن بينهم بقى the giraffe is taller than the cheetah الزرافة اطول من الفهد the cheetah is very fast الفهد بيتميز انه هو سريع جدا يبقى حقول is very fast طب الفهد اسرع من الزرافة يبقى نقول the cheetah is faster than the giraffe السؤال الاخير وهو سؤال الترقيم number one I like to go fishing every Friday يبقى هنقبر حرف الاي او الحرف في الجملة وكمان هنقبر ال if بتاعت Friday لانها يوم من ايام الاسبوع في الاخر نقطة number two which one do you want احمد هنقبر w لانها او الحرف وفي الاخر هنحط question mark طيب نخلي بالنا ان احنا عندنا احمد موجود في اخر الجملة وبينادوا عليه يا احمد يبقى نحطه قبله وكده خلصنا معاكو حل الامتحانين ان شاء الله الفيديو القادم هنحلم معاكو محافظة قفر الشيخ والبحيرة موجودين في صفحة 126 لحد صفحة 131 ما تنسوش لو عجبكو الفيديو تدعمونا باللايك وشوية تعليقات ترفع الفيديو على اليوتيوب في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة